اشتركوا في القناة والحقيقة ان مصر فيها نزمة امية مرتفعة والاعلام كمان سلاح خطير في المجتمعات اللي الناس المتعلمة فيها مش متعلمة كويس والحقيقة ان مصر دولة من الدول اللي مستوى التعليم فيها منخفض فحتى اللي متعلم مش متعلم كويس قبل والاعلام كمان سلاح خطير في المجتمعات اللي بتشهد عدم استقرار سياسي والحقيقة ان مصر بتشهد عدم استقرار سياسي بسبب الثورة وتبعاتها كمان الإعلام سلاح خطير في المجتمعات اللي عندها نزعة نحو التعامل العاطفي مع القضايا أكثر من التعامل العقلاني أو على الأقل بشكل سابق على التعامل العقلاني وده برضو متطبط عادة بالثقافة السائدة ونوع التعليم والحقيقة أن مصر فيها قطاع كبير من الناس عندها نزعة لأنها تصدق أي حاجة بتسمعها وتتفاعل معها عاطفيا قبل عقلي والأخطر من كل ده أن الإعلام سلاح خطير لما بيكون في مجموعة من القائمين عليه ممن لا يلتزمون المهنية ويكونون مستعدين أحيانا لأن يبيعوا مواقفهم وما أولاهم الله من نعم بما فيها قدرتهم على التأثير في الرأي العام لمن يدفع أكثر والحقيقة أن مصر فيها هذه النوعية من الإعلاميين والصحفيين الحمد لله هما مش الأغلبية لكنهم بالفعل موجودون إذن مهم جدا لنا أن إحنا نعرف إيه اللي ممكن يحصل في الإعلام يؤدي لخير وإيه اللي ممكن يؤدي إلى ضرر أنا أعتبر الحلقة دي والمقالة اللي مكتوبة في جريدة الشروع يوم السبت هي محاولة لأن إحنا نعرف إيه الأدوات اللي ممكن تستخدم من قبل الإعلاميين والصحفيين وغيرهم حتى من الناس العادية بما فيهم السياسيين وممكن أنها تؤدي لتضليل الرأي العام وتضليل الآخرين دي مسألة مهمة أن إحنا نكون على وعي بيها كنعمل التحوط والتحسب حتى لا يساء استخدامها تجاهنا هتكلم عن ثمان أدوات تحديدا وأرجو أنه ما طولش أكتر من اللازم لكن على الأقل نتعمق في كل أداب القدر اللي خلينا نفهم إزاي هي بيساء استخدامها الأداء الأولى بيسموها يوفمزم أو تلطيف القبيح بمعنى أنك تحاول أنك ما تقولش الحقيقة كاملة أو تقولها بطريقة يترتب عليها أن الناس تفضل مشغولة في اللي أنت قلته في حين أنه اللي حصل حصل وحين أنه رد الفعل الطبيعي تجاه أمر ما ما يحصلش لأنك ما صورتوش على نحو الأصل إحنا بنعملها الحقيقة في حياتنا العادية فنيجي مثلا نقول لواحد قولك فلاني فلاني تعيش أنت بدلا من نقول أنه مات يعني أو نيجي نقول أنه بدلا كانت حكومات مبارك دائما تقول كده وتابع الحاجات زي يقولك تحريك الأسعار تحريك الأسعار ده اللي هو إيه يعني ما هو دي يوفمزم دي تلطيف لرفع الأسعار بس هو مش هقول إحنا هنرفع الأسعار يقول إحنا هنحرك الأسعار نفس الكلام مثلا لما يجي يقولك تعويم الجنيه يعني إيه تعويم الجنيه إنه يقولك يترك الجنيه يعوم في مواجهة العملات الأخرى فنكتشف أنه غرق فجي يعوم غرق وبالتالي سعره أل في مواجهة العملات الأخرى الحقيقة مش بضرورة يكون تعويم الجنيه أو أنه تقلل إمته حاجة سلبية لأنه مسألة قصادية لها مميزات ولها عيوب لكن المعنى إنه لأنها من غير مقبولة الشعبان فنحش تقول للناس إحنا هنقلل قيمة الجنيه في مقابل الدولار واليورو وغيره تقول إحنا هنعومه فطبعا تعويمه وتلطب عليه تغفيد السعر نفس الكلام كنا بنشوفها في حاجات من قبيل الحياد الأمني برضو على عصر المبارك دي كانت شائعة أو العمارة دي الحياد الأمني يعني إن الشرطة ما تدخلش بس حقيقة الشرطة ما كانتش بتدخل وكان بتسمح للبلطجية إن هم يعوقوا الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي هنا يقول لك الحياد الأمني ده كان كلمة جميلة بليغة الحياد الأمني بس حقيقة هي بتحمل وراءها تقصير شديد وهو أنك تدخل البلطجية ومن يشترون الأصوات ووالآخره إنهم يعني يفعلوا ما يريدون في العملية الانتخابية نفس الكلام قلناها مثلا في النكسة يقول لك نكسة 67 هي طبعا هزيمة هزيمة شديدة هزيمة شديدة جدا ما كانش مجرد انتكاسة يعني لكن كما نفهم إنها كانت هزيمة لأنه حتى عدد الناس اللي محتت حضراتكم مات من المصريين حوالي يعني 22 ألف جندي 22 ألف جندي مصري في مقابل 150 جندي إسرائيلي دي كده يعني لو شبناه في الكورة زي ما يكون فريق غلب 30 صفر مثلا أو 45 واحد حاجة زي كده يعني لأنه الريشيو أو النسبة عالية جدا لكن انت بتشرع تقول إحنا هزيمنا هزيمة نقرأ هتهد شرعية النظام اللي كان قائم أنا زيك فصورت على إنها نكسة إذن ده موجود إنك تستخدم ما يسمى باليوفمزم دي أو فكرة توطيف أخبار المزعجة بإنك تستخدم لغة أكثر مرونة وليونة ولطفا في حين إنه حقيقة فيه كارثة بالفعل قد حدث إذن دي أداة بتستخدم في كتير من الأحيان وممكن نقع أسرى للغة وإيجادة استخدام اللغة الحرفية المكارة في استخدام اللغة فاتخلنا في الآخر وخالص ننشغل باللغة وننسى أصل الحكاية عندنا عكس ده تماماً حاجة بيسموها أو بيسموها إثارة العواطف تهييج المشاعر دي بقى عكس الأولاني خالص الأولاني طبعاً في الآخر دي كلها أدوات يعني إنت صدم الشاكوش ولا الزراضية ولا المفك نفس المعنى أنت عندك أداة تقدر بيها أنك أنت تصور ما هو قبيح على إنه شيء عادي ولطيف وعندك في المقابل تماماً هو أنك تعمل العكس وأنك تصور شيء ما عادي أو ربما يكون سيء بس مش سيء قوي للدارة دي فمثل تلقينا جاسة الصحف كابتة تقولك أزمة حادة أزمة طاحنة بين المحامين وطيار الاستقلال بسبب قانون استقلال السلطة القضائية أزمة طاحنة أزمة طاحنة دي لو عادي تتصور لما اسمع الكلمة دي لازم يكون في حد بيدرب حد بالنار فهي لا أزمة طاحنة ولا حاجة تقرأ تفاصيل الخبر من الغوات لا أبداً فيش أزمة طاحنة هو نقاش نقاش بشأن إيه علاقة المحامي بالقاضي إيه صلاحيات المحامي وهو داخل المحكمة إلى آخر ولكن لا أزمة طاحنة ولا حاجة هو يعني هتتحل بأليات التفاوض التقلدية وهي بالفعل بتتحل أثناء ما احنا بنتكلم تلاقي برضو حضرتكم حاجة كده من قبيل المجتمع الجاهلي الكافر ده وصف دي المجتمع اللي مثلا ما يطبقش الحدود فيقولك هذا مجتمع جاهلي مجتمع كافر وبالتالي دي تهييج العواطف إلحى المجتمع ده بيطبقش شرع ربنا إذن للناس دي كفر إذن يصل في النهاية إنه من عنف لفظي إلى عنف فعلي إنك تحتقتل بقى الناس والآخر ده برضو نوع من أنواع تهييج العواطف مثلا إنك تيجي توصف بعض الكتابات تيجي توصف أنصار المشروع الناصير يقولك هذه هي إعادة إنتاج للفاشية المصرية اللي كانت موجودة في الخمسينيات والستيات طبعا كلمة الفاشية كبيرة أوي مصر عمرها ما كانت فاشية حتى أنا من الناس منتقد بعض يعني متى لك كتير مننا نشوف في الرئيس عبد الناصر مميزات كتيرة ونشوف برضو أنه في أخطاء وأخطاء لا لازال نعاني من بعضها حتى يعني بس عمرك يعني كلمة فاشية دي كلمة يعني آه تنطبق على موسوليني على هتلر يعني على حتى ستالين إلى آخر ولكن لا تنطبق على مصر في عهد عبد الناصر على الأطلاق أو مثلا دي يقولك المارينز المثقفين المارينز المارينز دهما الجنود الأمريكية يعني جنود البحرية الأمريكية فعايز أقولك أنه في مجموعة من المثقفين المصريين بقوا عملاء لأمريكا يعني مثلا فتبصت لقيت فكر طب مين دهما أنا مثلا اللي بيؤيد معادة السلام وبيرى أنه خلاص مش عايزين نخرج براء مش عايزين نرجع لأقرب مرة أخرى وحاجات زي كده نساعد إخوانا الفلسطين بكل ما أتينا من أدوات غير مسلحة لكن ما تقولش بس ده ما يخليكش مارينز يعني يخليك عارف أنه في عدم توازن واضح في القوة بين إسرائيل ومصر ووالآخر فنت مش عايز تدخل في معركة من هذا النوع دي مش مسألة متبطة بأنك بتتبنى أجندة غربية أو أي حاجة من هذا النوع إذن حضرتكم عكس اليوفيمز عكس تلطيف القبيح أنت عندك إثارة وتهييج المشاعر كآلية تانية بتستخدم أحيانا بكثافة في صحفنا وفي أجازتنا الإعلامية عندنا أداة تلتة اسمها الفريمينج أو التقطير أن بتحط الكلام في إطار معين يترتب عليه في الآخر أن الناس تقبلوا مثلا مع أنه شيء سلبي جدا لكن تقبلوا أو أنها ترفض حاجة معناها إيجابية لحد ما بس تحطت في إطار عافين حالاكم كده ما جيب أكلة شهية وسأخبروني حالاكم أحطها على طبق شكله مش حلو وريحته مش حلو فتبص لابسك أنت مش عايز لا عايز الأكل أو لا عايز الطبق ما هو خلاص نفس المعنى مثال كده لطيف يعني ممكن يساعدنا في أنه نفهم فكرة الفريمينج تقالوا حضراتكم واحد ابن عايز يقول لبابا أنه يعني أنه سقط في مادتين مثلا أنه تقال كده يا بابا لو كان عندي مرض خبيث وانتها تعمل إيه قال أبا طبعا يعني ينطلق من نقطة أنه إيه ده يعني هرب يد ابني وحبيبي وكال قاله طب ماذا لو أنه ربنا قدر لي كده مثلا أنا عملت حدثة وبعد يعني وصدت فيها إصابة يعني إعاقة ما خاف عليه جدا قاله طب لماذا لو نصدت في سنة سنة من السنين فالأب يقوله يا ابن في داهية سنة إيه وتعليم إيه قاله طب الحمد لله أنا صدت في مادتين بس قاله الحمد لله المعنى أنه أنت حطت فريم معين هو المعلومة هي هي أنه الولاد صدت في مادتين بس ماذا ما تقول أنا صدت في مادتين وهو يقول لك إيه ده وخبتك وما بتذكرش ضرر أخف من ضرر قضى أخف من قضى إحنا بنعمل ده كتير من الإعلاميين ممكن تلاقيه في موقف معانبية تبنى ده يا كده يا كده يعني يعمل فريمينج في اتجاه أنه يخف في الخبر هو ما غيرش في حاجة في الخبر يعني عكس اللي إحنا كنا بقوله عليه قبل من كده اللي هو التلطيف القبيح أو إثار التهيج المشاعة أنت بتلعب في الخبر نفسه أنت بتغير في الكلمات تستخدم كلمة ما كان كلمة هنا أنت بتصمش هي الخبر هو وهو بس ما ده ما بتغير في الكلمات أنت بتحطه في إطار أوسع يعني مثلا لما يجي حد عايز يقول أنه مش عايز تغير المادة التانية من الدستور عدم العبث بالمادة التانية عدم تعديل المادة التانية من الدستور العبارة دي تتفهم إزاي ما هي ممكن تتفهم من قبل واحد مثلا مش عايز أنها تتغير لأنه لبرالي أو علماني فمش عايز أنها تتغير فتدي للإسلاميين قدرة أكبر على أن هم يتدخلوا في عملية التشريع وكلام زي كده فلت ممكن تبدأ كده تقول بعض نقاش حاد مثلا أو بعض نقاش مع القوى الإسلامية فلان الفلان يرى أنه لا ينبغي تعديل المادة التانية من الدستور على اعتبار أنها بصغطها الحالية هي متوازنة أو تعمل العكس أنها تحطها في الإطار المقابل وانا تقول إيه بعض نقاش حاد مع الليبراليين والعلمانيين والآخر وصلنا لأنه لا بد من الإبقاء على المادة التانية من الدستور هو في الحال الثاني تتكلم عن نفس المادة نفس المضمون أنها مش عادلين غير المادة التانية من الدستور إنما إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنت في المرة الأولى أنها حدثتها في إطار كما لو أنك عايزها علشان الإسلاميين ما يكتسبوش أرضية أكبر في المرة التانية أنت عملت العكس أنت كأنك بتقولها أننا عايزنا علشان العلمانيين ما يكتسبوش أرض أكبر طبعاً مرة التانية الفريمينج ده إنها بتحطها في إطار فريم زي الفريم زي البروازة يعني البروازة يعني أنت بروزتها بطريقة يبدو معك ما لو إنه الخبر ده خبر جيد بدا بشكل سيء أو العكس عندنا أداة رابعة بتستخدم من قبل بعض الإعلاميين والصحفيين اسمها الحزف المقصود بالإنجليزية وهو إنك تيجي تشيل جزء من الحقيقة هي أقرب لعدم أمانة في النقل عشان بعض تكون وكل فوق ده فيه دي فيه جزء طبعاً لا أخلاقي بشكل أو بآخر إلا زكاة اتنية حسنة بس دي طبعاً مسألة النواة دي معقدة جداً يعني استخدامها للحكم على أي شيء يعني الطريق إلى جهنم مفروش بالنواة الطيبة لنفطرة إن إحنا نلتزم المهنية بغض النظر على التفاصيل لكن النقطة الخاصة بالحزف المقصود دي بيبرص فيها بشدة بيبرص فيها بشدة إنه في حاجة تحزفت فبالتاني إنت بيبقى عندك معلومات غير كاملة يعني بتكلم حضراتكم عن جانب أشهد إنه قيل إنه المشير قال إنه عمر محد طلب منه إن إحنا يطلق النار على المتظاهرين كلام ده اتقال في مايو ومع ذلك إحنا معرفناش بيه إلا في أكتوبر وفضلنا طول الفترة دي عندنا اعتقاد بإن القوات المسلحة قررت ألا تطلق النار على المتظاهرين رغما عن إنه طلب إليها هذا ده حزف يعني جزء ده حزف من المؤتمر جزء حزف من كلام السيد المشير ده هنا ده يعني تغطب عليه ضرر لا شاك إيه شكل الضرر ممكن نناقشه في مقام تاني لكن أحيان ده بيحصل يعني كلام عن خبرة شخصية وهو أنا لقيت نفسي في يوم الأهم حد كاتب في الجرنان بيقول مستشار فلان مستشار رئيس والغوظة يعني حق نطيفه بعض كده وكأن أنا اللي بقول إسرائيل فيها وحدة وطنية أكتر من مصر أنا ما قلتش كده الحقيقة اللي أنا قلت وتحزفت حاجة إيه الحاجة دي إن نتنياهو قال آه نتنياهو قال إنه إسرائيل فيها وحدة وطنية أكتر من مصر فأنا سأيتك كتبت مقالة وقلت صدقانا وهو كذوب ما بيدخلش فيه المهاطرات اللي بتفضي لهذا الكم من القتل والعنف اللي موجود في مصر وعلى هذا الأساس كانت فكرتي إنه الرجل بيقول هذا الكلام لكن ما يتقلش إنه أنا اللي قلت لأنه ده مش صحيح أنا ما قلتش كده أنا أنا نسبت له ما قاله وعلقت عليه بما لكن إنه ينسب لي ما هو قاله رغم إنه أنا قلت منسوبا له دي حضراتكم بن سميع حزح مقصود وده مرة أخرى نوع من أنواع عدم الأمانة أفتكر موقف تاني كما رضو كان لي علاقة بالكلام عن الإخوة السلافيين بل سئلت عن السلافيين وقلت أخوة أن في كل دين سماوي أو أرضي في مجموعة من الناس بتعتقد في نفسها أنها بتحرص العقيدة وأنها بنتعامل مع الأمور مش بس بمنطق الحرام والحرام وإنما بمنطق الكفر والإيمان الناس دي عادة الاسم الكبير ليهم أصوليين يعني وهتلاقي هتلاقي في البوزية في أصوليين وتلاقي في الكوفيشوسية في بوزية وتلاقي في كل الأديان كلمة أورثوكس في اليهودية هي معناها الأصولية كلمة أورثوكس يعني أصولي نفس الكلام موجودة في المسيحية إلى آخر إذن في الإسلام ده اسمه إيمة الأصولية إيمة السلافية طريف لقيت بقى حد نزل قبر وقالك فلان فلاني السلافيون هم حراس العقيدة طبعا أنا يعني لا أنفي عن السلافين أنهم حراس العقيدة أنا ده جزء من اعتقدهم فعلا لكن إحنا كلنا حراس العقيدة لكن هو بيرى أنه دي شغلته الأساسية وبالتالي تفهم في هذا السياق فإكتزاء هذه الجملة من الصياق العام حول المسألة كما لو أنني أجامل السلافيين على حساب غيرهم فإنه أنا يعني موقفي من السلافيين كموقفي من كل القوى السياسية في مصر إنه لهم لهم وعليهم ما عليهم ونتناقش بقى إيه اللي ليهم وإيه اللي عليهم لكن مرة تانية ده نوع من الحذف المقصود اللي في النهاية بيشوه المعنى وقطعا هو نوع من أنواع عدم الأمانة فناخد بالنا من بعض هذه الألعي عندنا أداة خامسة اسمها النيم كولنج أو التنابذ بالألقاب يعني أو استخدام ألفاظ صفات حادة لوصف شخص أو فعل ما بحيث إنك تفرغه من مضمونه أو لو كان ليه مضمون إيجابي قد كده أنت تقلله أو ليه مضمون سلبي قد كده أنت تقلله كده إنوان ناخد مثلا مثالين ثلاثة قلت خبر كان مكتوب في الجرائد في أحد الصحف يعني المصرية من الأسبوع اللي فادة وكان مكتوب في ما يليه زعيم الفلول ده القبر زعيم نقطتين فوق بعض مصر ملكي للجميع وقيادات الحزب الوطني قطعا أخطأت في حق مصر شوفوا عليكم الجزء التالي من الجملة مصر ملكي للجميع هذا كلام لا مراءة فيه وقيادات الحزب الوطني قطعا أخطأت في حق مصر كلام صحيح مليون في المية إنما شوفوا كل ده بقى منسوب لزعيم الفلول يبقى إحنا حصل إيه؟ إننا وصفنا هذا الرجل بصفة أضعفة المعنى هو بيقول كلام صحي لا شك إنه مصر من كده الجميع فلول أو مش فلول ما حتمل فيهم إيه؟ حتشين منهم الجنسية يعني المصرية ما تقدرش وفي المقابل هو فعلا قيادات الحزب الوطني أخطأت في حق مصر لكن عبارة زعيم الفلول أضعفت هذا السياق تماما وحاولت المسألة كما لو إنه الرجل بيحاول يغسل سمعته أو حاجة بالمعنى ده مرة برضو في جرنان عربي لك الداعية فلان الفلاني يدعو الناس للتلذس بالصلاة عن فلان الفلاني ده إسم واحد يعني والبعض يصفه بأنه معشوق النساء وآخرون يشبهونه بأنه مايكل جاكسون الدعاء طبعا إنت أو ما تقرأ العنوان ده كده عنوان كبير وتحت الوصف ده أنا قلت الحضارة وبعد بقى ماتن الخبر تقرأ ماتن الخبر رجل بيتكلم كلام كويس يعني بيتكلم كلام يعني يقبله أي مسلم عاقب إنما لما تقول بقى معشوق النساء ومايكل جاكسون الدعاء إنت أضعفت من مصداقيته إنت حولته زي ما يكون رجل مدعي وأفلاق وهو الأخر يبقى مرة تانية النام كولينج ده أو استخدام صفات سلبية لنعت شخص بيتكلم إنت ضمن بتضيع مصداقيته عندنا حاجة كمان أداة سادسة اسمها الإحاء الضمني وهي إنسينيواشن بيقولوها كده بالإنجليزي يعني لو حد يحب إنه هو يشوف الكلام ده على النت كلمة إنسينيواشن هي الإحاء الضمني بمعنى محاولة مخاطبة اللاوعي بشكل غير مباشر إنك أخوفك من غير ما أقولك من غير ما أقولك الصورة كاملة فيبقى فيه جزء كده مفهوم ضمنا هو من تحت الكلام فتوصل لك إيه أنا عربية لأ أنا مش هعمل ده مثلا فاكر إحدى الصحف العربية ده كان مثال يعني كان يعني بارز أو يساعدها في إحدى الصحف العربية كان بتكلم عن النساء في جنوب السودان قبل ما جنوب السودان يستقل عن السودان فبيقول إيه إقبال نساء كثيرات في جنوب السودان على أقدم مهنة في التاريخ طبعا مهنة العهر يعني بسبب بحثهن عن الحرية الجنسية التي صادرتها القوانين الإسلامية الصارمة التي يطبقها الشمال شو عليكم الجملة دي بتقالت كده طبعا متقسمها على جزئين يقول لك يا أنا عربية إذن ده معناه إنه لو طبقت ده يعني الناس بقى بتتفكر كده يعني إنت ده الرسالة عشان بل حالكم هنا فيه إنسينيواشن فيه تضمين فيه إحاء ضمني بحيث إنك إنت تطلع بالانطباع يا أنا عربية لأ يا عم أنا مش عايز تطبيق الشعال الإسلامي ده الشعال الإسلامي لو طبقت هتخلي أتخلي السيدات بقى في حالة ليس السيدات غير المسلمات أو ربما حتى المسلمات بقى أنت خلصت بقاطها بشكل صارم فيحصل نوع من الإنجراف نحو هذا السلوك المشين يعني العبارة دي لبقى المشكلة بقى لما تقرأ تفاصيل الخبر تحت مش هتلاقي الكلام ده موجود يعني هتلاقي بالضبط اللي بيقولك إنه فيه في جنوب السودان مثلا الفقر المضجع يعني كإنك إنت خلطت ما بين السبب وحاجة تانية بتحصل في نفسه وصحيح فيه تطبيق الشعال الإسلامي أو على أقل النظام السوداني بيدعي ده نظام الحكم في السودان بيدعي ده لكن ما أعتقدش إنه هو ده السبب اللي خلى نساء النساء السودانيات في جنوب السودان يمتهن هذه المهنة هي مسألة مرتبطة بالفقر يعني مش مرتبطة بتطبيق يعني ما تصورش إن الست يعني عندها هذه الرغبة الجارفة للعلاقة الحميمة على نحو يخليها تطلع تطلع يعني تمارس الأهر لا ده أكيد مسألة مرتبطة بالفقر وإلى خيره إنما مرة تانية العبارة بشكلها ده بتديرك الانطباع كأن خطأ ما موجود في الشريعة الإسلامية هو اللي بيخلي النساء ياملنا لهذا سابعا ما يسمى بحسف الفاعل يعني إيه حسف الفاعل؟ إنك تجي تقول إيه أطرت جت العربية بوزت الحادثة حصلت أيها مين العمل؟ لا ما نقولش مين العمل ما هو أنت لو قلت حتفتح الناس على عين الناس وعقل الناس على حاجة معينة فإنت عايز بحكم أنك تتبنى رؤية ما مش عايز تقول الفاعل تقول حاجة حصلت من غير ما نشير على ناحية ودقيق مين اللي كان سبب في هذه الحاجة مثلا حضراتكم أحد الصحف العربية اللي يعني بتمين لي إنها ما تنتقدش إسرائيل كتير جات مرة قالت لنا إيه؟ مصرع فلسطينيين كان يعدان قنبلة لعملية إرهابية يبقى فيه اتنين فلسطينيين كده ماتوا وهما بيعدوا عملية طب أنت ما تسمع طب مين يعني إيه اللي حصل قنبلة مثلا انفجرت فيه الشوم؟ أنت ممكن تتصور كده؟ إيه اللي بقى لتفاصيل الخبر تحت؟ بوصد يقول لك لا اللي حصل إنه إسرائيل قتلت اتنين فلسطينيين اشتبهت فيه أنهما بيعدان لعملية فدائية فينتهي بيك الحشو الخبر الأول هو عملية فيه اتنين من فلسطينيين ماتوا ده مو بس مين اللي قتلهم؟ فالخبر الأولي لي محدش عين فأنت توقع بقى تفكر اتنين فلسطينيين بيعملوا بيحضروا القنبلة يبقى إيه اللي حصل أكيد القنبلة الفجرت فيه الشوم؟ والموضوع انت وانت حزفت الفاعل فكل واح بقى يستخدم خياله لما لما تقرأ الخبر بتفاصيل وتكتشف إبداً ده اللي حصل إن الإسرائيل دخلت على مبنى والمبنى ده أو يعني بيت ولقيت فيه اتنين فدائيين اشتبهت فيه أنهما أو اتنين فلسطينيين شباب فلسطينيين اشتبهت أنهما عايزين بيعد العملية فدائية ضربتهم بالنار وبالتالي الخبر كما صيغة في الصيغة الأولانية هو تضليلي لأنه صور المسألة كما لو إنه دول ماتوا كده موتت رباً عندنا حاجة بيسموها الحاجة التمنى والأخيرة اللي بيسموها التمجيد المبالغ فيه تحظم تفخم ودي بقى إحنا نظم الشمولية كلها فيها ده ونظم الاستبدادية فيها ده يعني مبالغة في تصوير الحاكم ولا المسؤول كما لو إنه لا يخطئ أبداً هتوصل على حضراتكم كما عمش فيتكره من أيام من رئيس عبدالناصر على الأقل يا كما عبدالعبد الملك وكل ملك وفي كل زمان يعني إنما على الأقل يعني نفتكر كده يقولك زعيمك خلاكي زعيمة ده عبدالحليم ده ريسنا ملاح ومعدينا حاجات دي برضو الزعيم الخالد مش عارف إيه ولكن برضو الكلام طبعاً ما احتررنا طبعاً رئيس عبدالناصر رجل فاضل مرة أخر رئيس عبدالناصر بالمعنى اللقيق هو مبارك بس غلطته المدافع الفاتورة يعني المطول أكتر من اللازم وفتكر إن هو يقدر يمرر حكاية إن ابنه دي لما هو الحقيقة يعني كتير من اللي هو كان بيعمل وكان بتعمل قبله بدرجات متفوتة بأشكال مختلفة لكن كان مقبول اللي كان مقبول من السابقين عليه لإن كان عندهم هدف كبير فالناس كتقولك معلش الأخطاء التكتيكية هنا الفساد هنا شوية تعزيب هنا معينه طبعاً كل دا غير مقبول كل دا معلش نستحمله مدام إحنا هنكون زعماء المنطقة مدام هيكون في تصنيع حقيقي مدام إحنا بنحارب الإمبريالية مدام في وحدة عربية لما مبارك لا في هدف كبير ولا في هدف صغير هو الهدف الصغير إن ابني بقى تولى الحكموي والناس مش عارفة بتضحي من أجل إيه هو منضحه طبعاً فيه تضحيات بيه بس إيه عشان إيه عشان جبال مبارك إيه هو كان حصب من هم يعني ما أبشعه من هدف يعني إذن إحنا عندنا هذه المسألة ما يسمى بيه التطخيم أو التمجيد المبالغ فيه عاش 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 اخترناه اخترناه صحف كده مليانة بتتكلم عن الزعماء والرؤساء كما لو إنهم يعني أنبياء إذا مثلا تلاقي فصيل الإسلامي معالك يقولك قند الله هم الغالبون هو هو بيصف نفسه هو جند الله وهم الغالبون طبعاً ده موجود في إعلامنا موجود في حياتنا وبينتقل من الإعلام للمجتمع ومن المجتمع للإعلام كل التمن حاجات اللي أنا قلت لهم كل ما سوق ده مش معناه إن ما فيش إعلاميين وصحفيين مصريين كبار عارفين كل الكلام ده وما هو أهم منه وتحسبوا له ويتحسبون له ومدارس إنما الخوف إن هما يقول الأقلية والخوف إن كلنا ننجرف بشكل أو بآخر في اتجاه استخدام هذه الأدوات على هذا النحو بما يضعفنا كدولة ويضعفنا كمجتمع إحنا عايزين كلام ده الهدف منه زي كده ما بنقول إغسط سنانك قبل النوم وخد بالك دفة كويس قبل ما تنام وخد نوع معامل الدواء قبل ما تاكل لإنه ممكن يعني جي لك حمودة حاجات زي كده دي كلها دي وقائية إحنا بنتكلم هذا الكلام كنوع من الوقاية والحقيقة إحنا أصبنا أو بعضنا على الأقل أصيب بهذه الأمراض لكن مهم إن إحنا ما نسبش إلي مريض زي ما هو لا نقول له لا نرفع له عالم أحمر ونقول له هنا في غلط إحنا شايفينه وعارفينه وهنحزبك عليه واللي جاي هيلطحق بمهنة الإعلام ومهنة الصحافة وهما مهنة تانية وهي هما مهنة واحدة نبيلة ولابد إنها تكون موجودة في المجتمع الرئيس الأمريكي جيفرسون بتاع سيدك الصحافة في أمريكا مزدهرة ومهمة جدا وبيكتبوا فيها كل الفلاسفة وبيقنعوا الرأي العام قال لك لو علي أن أخير ما بين حكومة بلا صحافة حرة أو صحافة حرة بلا حكومة أختار صحافة حرة المعنى أنها مهنة مهمة جدا 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 الإعلام مهم جدا 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 وأخطر من أن نتركه بلا ضوابط دي محاولة لإحنا يعرف بعض الضوابط اللي نحتاجها علشان الفترة دي تعدي على خير ومن وراءها يكون أفضل هذا ما أمكن إراده وتيسر إعداده وقدر الله لقوله أشوف حدركم على خير لسبوع القادم إن شاء الله